في هذا الفيديو سوف نعطيكم معلومات خطيرة عن الحواجب في علم الفراسة وهو علم تحليل الشخصيات عن طريق ملامح الوجه شكل جسم الطول وكل ذلك مبدئياً الحواجب يوجد بها بحر من المعلومات في الشخصية فيمكننا أن نعرف معلومات عديدة في هذا الفيديو سوف نذكر معلومات خطيرة في هذا الصدد مبدئياً كما ترون هذا الشخص مشهور هو كارلو أنشيلوتي معروف بحاجب مرتفع عن الآخر يعني الحاجب اليسار مرتفع عن الحاجب اليمين فهو يدير رأسه قليلاً إلى اليسار فيظهر الحاجبين إلى حد ما متساوياً كما ترون يعني هذه المسافة أطول من هذه المسافة وهنا يعني يظهر لكن يدير رأسه قليلاً على ماذا يدل هذا؟ يدل على عدة دلالات على حسب باقي الملامح لكن هذا الشخص الحاجب اليسار مرتفع عن الحاجب اليمين هذا الشخص يعيش مع أبيه وأبواه مطلقين ويعيش مع أبيه أو أبواه مطلقان أو أبوه متزوج أكثر من إمرأة فهذا هو معنى حاجب مرتفع عن الآخر ركز معي يعيش مع أبيه فغالباً سبب هذا المعنى هو أن في غالب العالم ليس فقط دول عربي يعني الرجل هو الذي يمسك زمام الأمور ويشاري البيت وكل ذلك فلذلك تجد أغلب الأشخاص لديهم الحاجب اليسار هو الذي مرتفع عن اليمين أغلب وليس الكل فهذا هو معنى يعني هذا أول شكل للحاجب يعني حاجب مرتفع عن الآخر نريكم يعني شكل آخر سوف نريكم يعني معلومات خطيرة طبعاً يعني هذا الشخص مسافة بين الحواجب بعيدة يعني خصوصية منخفرة يعني هذا الشخص لا يأخذ الأمور على محمل شخصي المسافة بين الحواجب البعيدة لدي عدة دلالات لكن يوجد هنا شعر خفيف سوف نريكم صورة أوضحة حتى يعني نشرح لكم هذا الموضوع يعني حتى يكون واضح وليس فقط خفيف كما تعرفون يعني هذه الجهة اليسارية الجهة العاطفية والجهة اليمينية الجهة العملية يعني أي شخص يطلع له شعر عكس الحواجب يطلع هنا ويطلع هنا وهنا شعر بين الحواجب يعني هذا له معنى وهذا له معنى وهذا له معنى وهذا له معنى يعني وقرب الحواجب لها معنى لن نتكلم فقط عن الشعر الذي يوجد بين الحواجب يوجد هنا في القصبة والشعر الذي يطلع عكس الحاجب هنا ويطلع عكس الحاجب في الجياء العملية والجياء العاطفية بالنسبة للشعر الذي يطلع عكس الحاجب في الجياء العاطفية يدول على أن هذا الشخص يفتقد للدعم من أقربه من أسرته أو لديه مشاكل مع أخ معين ويفتقد الود بينه وبين ذلك الأخ يعني هنا مشاكل أو افتقاد للدعم من العائلة فدائما يعني هؤلاء الأشخاص يعني دائما ينتظر الدعم وكل ذلك أما بالنسبة للجياء العملية فهذا الشخص يعني يفتقد الدعم لنقول مثلا من المدير من أصدقاء في العمل زملائي في العمل من الناس بصفة عامة وهنا من الأسرة بصفة خاصة على حسب باقي الملامح طبعا بالنسبة للشعر الذي يوجد هنا بين الحواجب يدل على أن هذا الشخص حساس جدا يعني أقل كلمة يعني يمكن أن تشعرها يعني بالإهانة حساس لدرجة مهولة جدا هذا هو معنى الشعر الذي بين الحواجب كذلك هذا الشخص لديه تفكير يعني لديه قدرة على اقتناص الفرص بسبب أنه لديه تفكير من النوع سوف أقول لكم نوع التفكير مثلا يكون يفكر ويفكر مثلا في هاتف ويتخيل ذلك الهاتف يصغر حجمه يصغر حجمه يصغر حجمه يصغر حجمه إلى مال النهاية فكأن رأسه يؤلمه ويفكر في هذا الموضوع ويعيده لفترات متواصلة يعني هذا النوع من التفكير أظن أتمنى يعني أن تصلكم هذه الفكرة فهذا يسبب له يعني تفكير متواصل يعني لديه مثل هذا النمط من التفكير لكن يعني ميزته الوحيدة أنه لديه القدرة على اقتناص الفرص كذلك يعني من الأشخاص الذي يعني لنقول يراعي مشاعر الآخرين ويعني فيها صفات سلبية ذكرتها في فيديو الحاسد لكن يعني لا ننتقد صاحب الشعر الذي بين الحواجب يعني أغلب بالرجال أظنها كذا كذلك يعني كل شيء له سلبيات وإيجابيات لكن بصفة عامة يعني الشعر الذي بين الحواجب يعني والشعر الذي يطلع عكس الحواجب يعطل عن نجاح وكل ذلك ليس في كل أحيان لكن في أغلب الأحيان لنريكم صورة أخرى حتى يعني كما ترون مثلا هذا الشخص المثال الذي أعطيتكم يعني شعر شعر يطلع عكس الحواجب في الجهة الأسارية أو الشخصية فكما ترون هنا في جهة اليسار فهذا الشخص يعني مفتقد من العائلة وكل ذلك نريكم صورة أخرى للحواجب هنا بالنسبة لهذا الشخص كما ترون هنا حاجب نحيف وهنا عريض وهنا زاوية في الحاجب وهنا حاجب مستقيم من الأسفل والأعلى يعني هذا الشخص لديه فهو الحاجب يدل على نوع الدكاء ونمى التفكير فهذا الشخص يعني لديه تفكير متناقض وغير سوي أو خلل في المنطق هنا هذا الشخص ما الذي هنا يوجد يعني حاجب طويل هنا فكما ترون يعني نهاية طرف العين هنا هذا الشعر الذي هنا يدل على يعني التواصل بالآخرين وكذلك هذا الشخص لنقول يعني يصل رحمة فيوجد في جهة العاطف يعني يصل رحمة بما معنى أسرته وكل ذلك نريكم شكل آخر يعني لا أعلم لماذا أتيت بهذا فهذا معروف في يعني هنا يوجد مرض التعلبة هنا يضع فراغ في الحاجب فبصفة عامة الفراغات التي توجد في الحاجب معناها يوجد لا معنى لو علاقة بالمستقبل يعني أنا لا أؤمن بأي شيء لو علاقة بالمستقبل بل في الفراسة ولو يعني جربت وحدة مئة ألف مرة لن أؤمن به يعني كما تعرفون أي شيء غيبي لا يجب أن يعني نصدقه فنحن مسلمون وكل ذلك لكن يعني هذا مرض التعلبة سوف نريكم يعني الحاجب يكون مفرغ بشكل حقيقي هل أتيت أم لم أأتي لنرى مثلا هذا الشخص ليس مفرغ سوف المهم يعني نرجع ونعطيكم مثال يعني إذا كان يعني الحاجب في فراغات بقع يوجد بقع في الحاجب بقع صلعة ظهرت فجأة مثلا فهذا الشخص فقد الأمل في شخص معين ركز معي فقد الأمل مثلا في أخ في فقد الأمل يعني هذا الشخص فقد الأمل في شخص معين في أخ في زوجة في أب في المهم فقد الأمل في شخص معين هذا هو معنى البقع البيضاء خصوصا إذا كانت في الجهة العاطفية بالمعنى التي ذكرت أما في الجهة العملية هنا هاتي فتاة فالعكس يعني هاتي هي الجهة العاطفية للفتاة أما هنا العملية فالعملية سوف يكون العكس غالبا يعني يظهر البقع في الجهة العاطفية هذا الشخص براد بيت معروف يعني كما ترون يعني الشعر يطلع عكس الحواجب هنا يعني مفتقد للتعب مفتقد يعني وربما مشاكل مع أخ من هذا القبيل في الجهة العاطفية هنا وهنا يعني لا يظهر أي حاجب يطلع عكس الحواجب لكن بداية الشعر هنا خفيفة كما ترون يعني كذلك الحاجب هنا يعني لا تستطيع تحديد شكله يعني مشوش الحاجب فهذا يدل على تشويش في التفكير يعني هذا الشخص لديه تشويش في التفكير هنا الحاجب القصير طبعا يعني الحاجب القصير يدل على أن هذا الشخص يعني لنقول أناني هذا الشخص لا يتم إلا لمصلحته كذلك يعني يكون هذا الشخص نافذ الصبر كذلك يعني هنا الحاجب مرتفع فهو يعني سريع الانفعال ونافذ الصبر وأناني وكذلك يقال عليه أنه يولي دهره للناس فبكل بساطة كان هذا فيديو اليوم نراكم في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة